بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الأخ الرئيس عبدالبتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الأخوة الحضور جميعا يسعدني أن أتحدث إليكم اليوم من أرض الكنانة لأنقل تحيات وتقدير الشعب اليمني لهذا البلد الشقيق الذي كان إلى جانبنا دائما دفاعاً عن الجمهورية في الشمال واستقلال جنوبنا الحبيب من الاستعمار وكانت مصر الدولة التي أسهمت في النهضة ويعادت بناء مؤسسات الدولة عام 1962 واليوم فإن مصر تقف معنا أيضاً في إطار التحالف الداعم للشرعية الدستورية بهدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب المدعوم من إيران كما تحتضن مئات الآلاف من أبنائنا الذين تقطعت بهم سبل العيش في الداخل مع استماثة الجماعة الانقلابية بحملتها الوحشية في ملاحقة المعارضين لهجمتها المتخلفة التي يريد لنا العودة إلى عصور ما قبل الدولة الوطنية وما قبل التاريخ ووقوفها ضد المساواة والعدالة وسيادة القانون إن مصر تكتب اليوم التاريخ من جديد بنهضتها وتماسك شعبها والالتفاف حول قيادتها السياسية ممثلة بأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي صار مثالا للقائد الشجاع وصمام أمان لبلده وشعبه العزيز وملهم لنهضة عربية حديثة إن شاء الله لقد تحدثت لفخامة الأخ الرئيس حول مستجدات الوضع في بلادنا والجهود التي يبدلها مجلس القيادة الرئاسي من أجل تحسين الأوضاع في المحافظات المحررة خصوصا على الصعيدين الاقتصادي والخدمي وتوحيد مؤسستي الجيش والأمن وما تتطلبه هذه الإصلاحات من إسناد ودعم من أشقائنا في جمهورية مصر العربية كما أكدنا تعاطينا الإيجابي مع كافة مساعي السلام بالتنسيق مع التحالف في دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الذين لم يبخل أبداً في تقديم كل أشكال الدعم والمبادرات من أجل إنهاء معاناة شعبنا كما نقلنا لأخي الرئيس أبد الفتاح السيسي تضامننا مع حقوق مصر المائية وأكدنا في كافة المحافظة الدولية والإقليمية موقفنا الثابت والداعم إلى جانب مصر وشعبها وحقوقها المشروعة تطرقنا للمخاطر المحدقة بأمن وسلامة الملاحة الدولية مع زيادة الأنشطة العدائية المدعومة من إيران وأيضاً عبر البحر الأحمر وبذيق باب المندب إضافة إلى ما يمكن أن يمثله إنهيار الناقلة صافر من كارثة بيئية ستشمل اليمن ومصر وكافة الدول المطلة على البحر الأحمر وكما تفضل أخي فخامة الرئيس فقد أكد لي بأن أبنى اليمن جزء لا يتيزى من أمن مصر ودول الجوار والمنطقة برمتها تطرقنا أيضاً إلى فرص تعجيز التعاون بين بلدينا والاستفادة من التقربة المصرية الرائدة في قطاع الخدمات بما فيها التعليم والصحة وإعادة الإعمار والتسهيلات الإضافية لرعايان المقيمين والوافدين إلى أرض مصر الشقيقة وهناك عدد من المذكرات التفاهم سيتم التوقيع عليها من قبل الحكومتين في الوقت القريب العاجر أشكر لكم حسن الضيافة فخامة الرئيس وشكراً لمصر وشعبها وحكومتها شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم